السلامة الله وبركاته أعزائي مشاهدين قناة الصحة والجمال معكم وفايل غنيمي وحلقة جديدة من برنامجكم جمالك مع روعة طبعا مستمرين مع خبرة التجميل أستاذ روعة الموجب أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك أهلا بيك أستاذ وفايل وكمان معنا خبرة التجميل باسمة ربيع اللي مشرفوه أنا بحصولها على جيزة أسكر إيجب أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بيك يا حبيبتي أهلا بيك عايزين حضرتك تكلمين عن الجيزة بتاعتك هو جيزة أسكر إيجب بصراحة يا حلم أي حد في مجالنا والحمد لله أن أستاذ عيدل سعيدني أن أنا أخوتها الحمد لله أهلا بيك مبروك لحضرتك الله يبارك فيك يا حبيبتي ممكن تكلمين أكتر وصلت لها إزاي والله هو الحمد لله أكيد كل الناس عايزة تعرف بالوقتي ومستنية كل الناس عايزة تبارك لك هو أستاذ عيدل بصراحة بيضع مش شباب ويقف جمب ناس كتير والناس كتير دي يعني حبيبي هو اللي رشحوني بشغلي وبخبرتي الحمد لله وصلت لها أنا حاب حضرتك تكلمين المشاهدين عن شغلك أكتر أنا متخصصة بروتين وميكا بارتس حبيت شغلي جدا 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 قدت له من وقت كتير وجيت على بيتي وعلى أولادي كتير عشان أوصل للنجاح ده وحبيت أكتر بروتين وانتي عارفة طبعا يروع الحمد لله الحمد لله وصلت للنجاح ده الحمد لله طبعا البروتين ده مدة العصر وفي دلوقتي جنون البروتين عايزين حضرتك تكلمين عن الفوائد بتاعته والأضرار بتاعته هو على قد ما ليه فوائد لأضرار ممكن ما ليه فوائد تشارك معنا أكيد وتقول لنا فوائد وأضرار البروتين وعايزينها كمان تكلمنا على بيتي سنتر بتاعها اللي هو بيجاهز العروسة من الألف للياء كده وشة على طول أه طبعا طيب هو فكرة البيتي سنتر بتاعنا عاملين محجبات بس ماشي؟ طبعا كان كله في الأول بيقول لي لأ مش هيشتغل عرفنا من حضرتك إن البيتي سنتر بتاعك بيجاهز كل حاجة من الألف للياء هل حضرتك اللي بيتعاملي في كل حاجة بنفسك ولا عنك متخصصات؟ لأ أنا بحب كل إيه دي عشلي خبازه بالبلدي كده أيوة بحب كل واحد مختص بحاجة بيعملها طبعا عايزكي حضرتك ومدام بسمة تتكلموا عن البروتين بصفة عنا باستفادة بقا باستفادة بقا في كل حاجة الأضرار بتاعته الحاجات الكويسة فيه الحاجات الوحشة فيه إزاي يقدر حافظ على البروتين نفسه؟ إحنا قلنا يعني قبل كده كتير في حلقات سابقة إني لازم من البداية نشتغل صح طبعا يعني عشان زي ما قالت رغع بالضبط إني لازم أدي لعيش لخبازه وكل حاجة ليها متخصص طب أنا عملت بروتين وعايزة أتجنب الأضرار بتاعته إنتي عملتي بروتين مين اللي عملك البروتين؟ مش إنتي إنتي عملتي اللي عملتلك البروتين وعملته صح إيوة إنتي هتغذي نتيجة صح مفيش أضرار بعد كده طبعا إحنا لازم نحضر أيوة فيه تحذير فيه تحذير هل يجعز نتعرف التفاصيل؟ تفاصيل البروتين طبعا وعايزين نعرف إزاي نحافظ عليه بعد ما نعمله وهل فيه مجموعات عناية مخصصة بالبروتين ولا لا؟ أوه أكيد طبعا إحنا لازم نحضر العميلة عندنا كويس جدا بدون ذكر أسامي بس أي منتج لا ما لا هو لازم الأفتر كير بتاع البروتين بعد البروتين لازم مجموعة مجموعة العناية لو مش هتشتغل بالمجموعة دي أو مش تخسلي شعرك تهتمي به تعملش بروتين أصلا تمام؟ يعني البروتين ليه أضراره أضراره إيه؟ مش هحافظ عليه هيقع هيبقى فيه تسقط مش هتديله المجموعة بتاعته العناية الترتيب اللازم ليه هيقع بارته صح؟ هل ينفع أسبغ قبل البروتين ولا بعد البروتين؟ على حسب اللون إحنا بنحب أن السبغة قبل البروتين لو الألوانات فتحة يبقى قبل البروتين بفترة كافية يعني من 10 من أسبوع ل10 أيام أو 15 يوم في الرجدة بعد البروتين يبقى سبغة بدون أمونيا تمام؟ طب فيه بنات ممكن تعمل البروتين ومعاه طبعا السبغة هل ده ينفع ولا هيدورها؟ غلط طب هي عروسة وجاية وعايزة تفرحها؟ ما عليش ما احنا نقنعها لو هي مش مقتنعية ما تعملش أصلا طب مادام روعة الموجي عايزة حضرتك تكلمينا باستفادة عن شغلك وإيه الصعوبات اللي وجهتك؟ وإيه الحاجات الوحشة اللي قابلتك في شغلك لأن حضرتك طبعا بتتعاملي مع أغلب الناس بتوعيك محجبات بس الحمد لله أي حد بيخش السنتر عندي أعرف أنه هو شغل محجبات بس يعني إيه شغل محجبات بس؟ يعني إيه بقى؟ يعني أي بنت بتخش لازم تكون البنت دي محجبة أي ست بتخش لازم أن الست دي تكون محجبة طبعا إحنا عارفين في حاجات محرمة كتير ممنوعة تتعمل كله طبعا كل الستات عارفينها وكل البنات عارفينها يعني لو عروسة جاية لحضرتك وتخرج كده بشعرها لأ؟ لا ممنوعة ممكن لو هي هتعمل فرح إسلامي أيها؟ قوعة مثلا كلها بنات يعني مفيش رجالة خالص بتعمل اللي هي عايزة بعمل لها شعرها بعمل لها شنيو كمان وهتلبس اللي هي تلبسه عادي مفيش أي مشكلة طبعا اللي عايزة تشوف شغل أستاذة روعة تتواصل معها على الواتساب وهتشوف كل شغلها لأن يا ما بتنزلش شغلها ما بنزلش الشعر بس إنما أي شغل مقاش محرم مفيش مشكلة علشان بس الخصوصية عشان محجبات وانشلش زنب وهم كمان يشيلوا أستاذة بسمة إيه المشاكل اللي وجهتك أثناء شغلك؟ مشاكل كتير جدا زي إيه؟ ناس كتير نصابت علي وناس وقفت في طريقي وفي ناس أنت عارفة عادة النجاح كانوا بيحبطوني بس الحمد لله بفضل الله يعني وبدعم أمي وجوزي الحمد لله وقفين جنبي الحمد لله حضرتك بعد أن أخذت الجايزة دي تتمنى تعملي إيه بعد كده؟ الجايزة دي على فكرة يا جماعة هي الاستخدام بارح يعني الاستطوضاء إحنا أصلا يقدر تشرف عندنا النهاردة عشان خاطر نحييها على الجايزة دي إحنا بنحتفل طبعا بالجايزة دي ومبسوطين جدا بيكي ألف أكس مبروك عليك نجاح لنجاح دايما حضرت ربنا يبارك لك الجايزة عن الهوى؟ حضرتك تقدر يتكلمين عنها؟ الجايزة؟ أيها مهرجان مهرجان أوسكار إيجبت على روح المرحوم أيون الشلبي دي الموسم السابع بارح كان يوم جميل جدا 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 وبصراحة أنا من هنا بشكر أستاذ عيدل بجد بيدعم الشباب شكرا فاصل يا جماعة الأستاذ عيدل أستاذ عيدل عمار ربنا يبارك له بجد يعني على الوقفة اللي وقفها جنبي ومن هنا كمان بشكر ماما واخواتي وأهلي كلهم وجوزي طبعا بهديله الجايزة دي حضرتك ممكن تكلمين عن شغلك هل بتعمليه عند العميلة أو عند حضرتك أنت مكان؟ أنا أونلاين 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 بانزل أونلاين ما شاء الله أركم أستاذة بسمة على الشاشة أي حد يحب يتواصل معها إحنا عارفين بقى أن أستاذة بسمة كمان بترسم حين أيها تكلمين عن رسم حين هنوضع الحين دا بس هو أنا الحمد لله بعمل كل حاجة بعمل كل حاجة بس بحب تخصص حاجة حين يعني حضرتك واخد شهادات كمان في كل دا واخد كورسات وشهادات ومعي شهادات كتير ولو جبتها مش عارف عن طفين ما شاء الله بحب رسم الحينة جدا دي هويتي من وانا صغيرة جدا أنا عايزة أحكيلكو يا بنات حكاية إحنا كنا في إيفنت مرة دي بضيحة وبسمة في ترابيزة كده في زحمة عليها الأستاذة كانت بتشرح لا أستاذة بسمة هي كانت قاعدة ترابيزة ناس نهم عليها الإيفنت شغان الناس اللي بيشرحوا وقفين على البست بيشرحوا البنات كلها ملمومة وحضرتك واخد الأطواء كلها هروح أبص على الترابيزة بص ألا أستاذة بسمة لما البنات وتحت الترابيزة وبحسمها وتحت الترابيزة كل واحدة مات بقديها وهي عملة ترسم لها في الحنة ما شاء الله كل القوعة كتحنة في اليوم القوعة مشاكل بتواجهك أثناء رسم الحنة لا هي الحمد لله لغا دلوقتي ما فيش مشاكل بس لو في حد عنده حساسية فيه نوع حنة معين برسمها اليوم دا كان عندنا تصوير على فكرة فكرة اليوم دا كان فيه تصوير أيها هنا في كنا يا دوبت مشينا في مصر يعني هي راح تترسم الحنة أنا راح تبطل ومجريت طب حضرتك فيه بنات بتواجهك تقول الحنة دي ما بتثبتش الحنة دي نوعها وحش الحنة حمرة الحنة سودة فيه أنواع الحنة الملونة الجديدة دي شوي الحنة الملونة اللي احنا رسمناها آه اللي احنا رسمناها هوا بوسي أهم حاجة تعرفي موظر الحنة زي جودتها إي لان فعلا بتسبب حساسية جدا كلنا عارفين إن الحنة دي بتيجي من الجنوب بس أنا بجيوها من السودانيين أيوة هم السودانيين أهل الحنة كلها أنا عندي طبعا في السنطر أنا برسم حنة برضو كل حاجة بس أنا زي ما قلت بحب التخصص في كل حاجة يعني لما بيكون عندي حد عايز نرسم حنة في واحدة متخصصة سودانية بتيجي ترسم الحنة عندي بس لو تحية الأهم السودان لو أنت بتعرفي ترسمي إيه المشكلة بحب بصي كل حاجة يعني قدي القشل خبازه وأنا بصراحة أغلب البنات تقولك أنا عايزة واحدة سودانية عايزة واحدة سودانية لا أنا اللي بيجرب أنا بعمله مثلا ميكب بعمله بروتين وعايز يعمل حنة بيجرب بيلاقيها كويسة هذه الأصل الحنة سودانية ما هي أوكي لا بولاش حاجة يا روا أنا بحب الرسم دايما لما تديش ليه ماذا تديش أنا زي ما قلتلك أنا بحب التخصصات وإنتي بتحب التخصصات وحبت أن حضرتك درستي حاجة زي كده وحبيت ديها وهي هواية أنا خلطت شغلي حاجة حاجة كورسات في السبغة كورسات في البروتين كورسات في الميكب طب إيه المشكلة أنا أعمل كل اللي أنا بعرفهم يعني بعرف أعمل حمان مغربي أوريد كتير على الموضوع ده وبعملها أوريد كتير على الحنة المصريين شوية أنا مثلا هعمل بروتين هروح لبتاعة البروتين الأول بعد كده هروح لكافر بتحب التأخذ الباكتش كله على بعده أنا عايزة بسمة تعملي كل حاجة مش هلف خلاص أنا وثقف بسمة هتعملي وثقف روعة هتعملي خلاص لما أنت بتعملي كل حاجة المشكلة أن أنا أحير نفسي واروح مدينة ناصر وارجع على عباس العائدة لا أجع على مصري المدروه روحينا لا هو في مكان واحد موضوع عندي بيختالف بجيب البيوت سنتر بجمعيهم الضغط كده أنا بيوت سنتر مطلق ربنا قويكي طبعا من البيب للبيب ربنا قويكي حضرتك بقى تنصحي البنات بإيه قبل ما تعمل الحنة عشان الأضرار بتاعتها لا هي لو عندها حفية بلاش طب والبنات اللي قلتك الحنة مش بتثبت في إيديا لا المشكلة في الحنة مش في الإيد طمام ولو هتعمل حمام مغريبي أو سويت قبلها ما ينفعش لو هي ما بتثبتش تطعط شوية وتشربها شوية تشرب ميا كويس سويل وانت ترسل الحنة ترسلنا الشعر والبشرة دخلنا على الحنة كلها طبعا جمال طب حضرتك تحبي تقول لنا إيه عن الفرق ما بين الحنة الحمرة والحنة السودة والحنة الملونة في فرق في إيه الأشكال الأول بصيحية دي أنا أسمع إن الحنة الحمرة للخليج أسمع إن السودة دلوقتي دلوقتي ما بقاش فيه حاجة أسوان نوبة والناس الجميلة دي لا دلوقتي ما بقاش فيه حاجة اسمها من مين ومن هو دلوقتي أنا الحنة أنا أحب برسم حنة حاجة حنة بيضة في حنة حمرة في حنة زرقة في حنة العروسة بتيجي تطلب منك تقول لك أنا عايزة بتطلب ألوان حاجة معينة أيوة بتطلب ألوان هو الموضة دلوقتي إن أنا برسم الحنة السودة وبدخل فيها الألوان يعني مثلا الفرع الفرع ده فروعه إيه خضرة الورد حامرة أيوة فهماني أنت بتعملي روتوش كده بتزيني كأنه كاتو أيوة أيوة ده كده بقى الموضوع كبير كبير جدا نرجع لموضوعنا نتكلم عن البروتين والشعر جنون البروتين يا الفكرة أصلا بيعنون جنون البروتين جنون البروتين هو المان هو أدمان البروتين أصل اللي عملته مرة خلاص أدمانت مجردت البروتين مرة هعمله تاني وتالت ورابع أنا عن نفسي أدمانته أدمانته مش هعمله طب الناس مش هعمله النفس لأ أدمانته شغل خلاص طب إيه رأيت في الناس اللي بتاع تقولك شعري بيقع من البروتين فيه إشرف شعري بسبب البروتين فيه حتى كتير لا تعالج الإشرف والمفروض إن هو المتخصصة تبدأ مع العميلة تشوف إيه مشاكل بتوجهها قبل ما تعمل عندها إشرة عندها تسوقت عندها إجزيمة معينة لإني فيه حاجات كتير أهوية في الشعر بتقلب مع البروتين ما ينفعش نشتغل غير لما نعرف إيه المشكلة اللي عند العمل هل ده بيكون مرض جلدي ولا مرض في الشعر نفسه الإشرة الإشرة دي مرض جلدي جلدي معدي كمان ده أنت ممكن تعدي نفسك وحد تاني عدي مش هاروخ لدكتور المشكلة إن فيه دلوقتي إني إنتي رايحة مثلاً لبسمة عمليلي بروتين حاضر هعملك بروتين إنتي ما عندكيش أي مشاكل أنا عايزة شعري أطول أنا عايزة شعري أطول أنا عايزة شعري أطول أنا عايزة أطراف بمناسبة موضوع الشعر الطويل ده أنا معي وصفة النهاردة وصفة صحرية لتصويل الشعر أبل بسمة يحضروا وراء وأنا ويكتنوا وراء أنا جايبا له وصفة متجرمة وبتطول وبتقيل الشعر لا أهو مشكلة بقى أني أنا كان عندي عميلة من أسبوع بتقولي أنا عايزة شعري أطول والتقصيفة دي تروح هو مشكلة للتقصف الشعر والطول ما بيجيش من يوم وليلة ما ينفعش إن أنا أروح أو أنا أروح لك مرة هعملي الجلسة وطرنين وهو خلاص بكرة بعده بكتير أسبوع شعري أطول إزاي أصلاً أنا مستحرة الدكتور عشان تروحي تتعالجي بتروحي للدكتور تعودي فترة على ما تتعالجي صح هو المشكلة إن شعر البشرة الحاجتين دول ما فيش نتيجة تغذيها في يوميها لا لازم على الأقل على الأقل تلات شهور أيوة هي كورس علاجة ببقى تلات شهور كورس تلات شهور علاجة يعني حتى الدكتور يقول كده عشان مثلاً قداري حبوب فوشي أو علاجها تلات شهور طب حضرتك بقدر تتكلمين عن حاجة تانية تخص برضو الشعر إحنا عايزين يعرف بس إيه مشاكل اللي أنت بتواجهيها لما أنت طبعاً بتخرج إونلاين فطبعاً أنت تتعب كتير هاقول لك ألاحكي كده بقى أنت بتروحي حتاً أنتش عارفاها طب أنا هقول لك ألاحكي زي بقى أنتش قلبي قلبي دليلك بيني وبين ربنا عمار الحمد لله الحمد لله أصلي ممكن فعلاً نسلها من حاجة زي كده لا إليقتي ما بروحش إليقتي ما بروحش حتى لو المساعدة طب المساعدة اللي معايا دي ما يسبت ما هو سبت بس حرام حد إفريدي حد عايزي ما هو فيه معايا أنا معايا system بتاعتي معايا وبتسعيدني في كل حاجة بس هو أنا المشكلة أن أنا رايحة لناس أنا ما عرفوش شرفي كنت رايحة ندنيين أنت عارف طبعاً دخلة البيت أنا الحمد لله الحمد لله بروح محافظات معظم اللي بروح لهم أنا عارفاهم الحمد لله الحمد لله ممكن تكون مثلاً بنت عمك أنا وليكي قريب في المنوفية في الشهر يعني لدي مكون حقا ثقة يعني دلاتي لو جالي تليفون ولو جالي تليفون أنا برضو ببقى عارفة يعني بيبيني 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 بقلبك دليل ببقى حسنين ماشي بقلبك والله أنا بقولك بني وبين ربنا عمار ربنا ولي ساتيرني وربنا يعني الحمد لله الحمد لله هايزين بقى نتكلم عن الوصفة الوصفة دي هتنفع البنات والكبار ورعوا ألم بس وكتبوا يلا علشان دي وصفة هتطول لكم شعركوا لا دي وصفة هتطول الشعر وهتقلوا وهتمنع القشرة ولو فيه حشرات الشعر كمال هتمنعها للاس كتير أمهات تركز جدا أمهات تشناك مدارس ولاس كتير بتجينيش هكاوي كتير قوي في التليفون عايزين حاجة يا بازمة للحشرات للمدارس للأطفال عشان خاطر طبعا موسم المدارس ده الطفل بين ده من ده من ده فالوصفة دي للكبار والصغيرين ونحاش يخاف منها كل الأمهات تركز وتطلع وراء ألم وتكتب كده بالروحة يلا عشان نطول الشعر وننضف الشعر انا واخدين الوصفة دي من واحدة يمنية على فكرة عن تجربة شعرها يعني اللي هو أكبر مش قادرة أقول لكم لما تجربوها هتعرفوا بعد احنا بنروح عند العطار بنجيب حاجة اسمها استدر اليمني تركزوا وكتبوا استدر اليمني هو شبه الحنة الحنة البلدي الحنة الحمرة بتاعتنا الحنة العادي الحنة الحمرة بس انا عادي بقى خشب كده فانت تقول العطار انا عايزه مطحون او يتحنهولك او انت تغذية تتحنيه بيبقى فيه حتة خشب كده احنا بس نتحنه عشان خطر يبقى صدريمني مطحون او صدريمني مطحون خلاص تمام كده تمام بنجيب عليه زيت جوز الهند احنا طبعا بنعجن الحاجات دي في بعضها بنسب متتاوية او ضروري جدا تجيبوا الحاجات دي من المكان موصد فيه او لاذا لان الزيوت دلوقتي بتتضرب بيه تتخلط بيها حاجة اسمها اي انا عطار عطار بقى مشهور حد عشان للون ورا ريحة او اي حاجة بنجيب زيت جوز الهند والعسل ولو الشعر نشف شوية كبات زبادي عشان طبعا احنا لو حطنا السدر اليمني ده الواحده بنشف الشعر فالزبادي وجوز الهند والعسل دول بيعملوا بقى تضطرية للتنشيف للسدر اليمن هاعمله تمام تمام بنخلط الحاجات دي يفعل بعضها بنسب متساوية طبعا الحنة بتبقى اكتر شوية خلي قلبك دليلك وانت بتعملي اي خلطة علشان ما تعبكيش الدنيا خلي قلبك دليلك وعنيكي هي الحاجة اللي انت بتوزني بيها عنيكي ميزانك بنعملها الوصفة دي مرة واحدة في الشهر ولا بيبقى فيه امن حشرات ما هي مفيش حشرات في الشعر غير الام لا فيه في الحاجات التانية مع البيت بتاع امهات بقى كبرة في الكلام ده بنحط الوصفة ديت على الشعر بنسيبها اربع ساعات بنلبس فوقها بونية بونية كانوا بيحطوا جاز اه دي وصفة هتطول والتقل بدل الغاز ولو فيه تساقط في الشعر اصلا بنضيف عليها زيت الجرجير وزيت التوم زيت الجرجير وزيت التوم اه وبعد كده خلي بالكم الوصفة دي بتقوي بصيرات الشعر كمان لان الناس اللي شعرها ضعيف اه بتغل في الشعرية تمام استاذة بسمة حضرتك بقى عايزين نتكلم عن المشكلة كده بناس كلها بقولك التروف بتاعت شعري التروف بتاعت شعري التقصف 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 الكلام ده كله هو بيجي منين اصلا انا عرفت ان يعني فيه حد قال ان الحل بتاع المشكلة دي اقص كده كل شوية من نص سنتي هو المفروض ان احنا نواظب على قص الشعر ميناس يقولك لا انا مش هقص انت عايز بوزيلي شعري بصي هقولك الشعر بيتنفس من تحت لفوق تمام انت لما الحرافش الشعرية دي بتبقى مفتوحة ليه بتقصف المفتوحة كده دي انت بتعوق الشعرية وتتقصف بتتقطع معاكي تو بصي ليه شعري بقى لي سنة سنتين وشعري مطولش ليه لان انا ما شلتش الاطراف الاطراف دي المفروض كل اربعين يوم دي سنة كمان كل اربعين يوم بص ان شاء الله فتفيت ايه الفتفيت اللي هي الاطراف الشعرية تمام عشان نتجنب المشكلة دي مية ترتيب للشعر نشرب مية كويس او مش نبلي شعرينا كل شعر هتبلي شعرك هيبوز بلي شعرك كل الشعور في بي بقى مبلون بس ما قالت ان الترتيب والمية لا نشرب مية يعني ولا وصفات طبيعية تنفع مع الحاجات دي لا فيه وصفات طبيعية طبعا انا بحب بفضل الطبيعة طب تنصح البنات بايه طيب مايونيز مايونيز معلقة مايونيز اي حمام كريم مرتب يكون نضيف بس ترخصوش برند في ناس مش قادرة تجيب حاجة غالية قوي بس معلقة المايونيز دي سحر للشعر استاذة باسمه ربيع بجد حضرتك شرفتينا وطبعا معنا استاذة روعة المجد ولسه فقراتنا مخلصتش فاصل المستمغين مع ديوتنا اشتركوا في القناة